الميشة الحوثي تعتبر الناقلة وقضية وملف الناقلة ورقة سياسية تقايض عليها لكسب المزيد من الأوراق اقتصاديا وسياسيا هذا الطرح حقيقي الحوثي استفاد من هذه المشكلة منذ بداية الحرب وحتى هذه اللحظة تحديدا منذ 2020 وهو يستمد من هذه المشكلة ويوظفها في ملفاته ومناوراته ويستخدم ورقة ضغط على المجتمع الدولي لكن يظل في الأخير الحوثي لا يملك أمامه من خيار ولا بد أمامه إلا أن ينصع ويرضخ لتدخل الأمم المتحدة بشأن هذه العملية هو نعم سيتعنات وسيضع بعض العراقل لكن في الأخير هو الذي سيتحمل المسؤولية الكاملة إذا ما حدثت إذا ما سارث الأمور في مجاري أو في طرق معقدة وتفضي فيها في الأخير إلى مزيد من التعقيدات أو الانفجار للغواصة إذا ما لا قدر الله نعم برأيك الحل الجزئي لناقلة صافر إلى أين يذهب؟ الآن هناك سفينة بدل السفينة إذا طال الأمر ممكن أن تتكرر المشكلة ما الحل برأيك لإنهاء المشكلة؟ الحل هو سرعة نقل النفط من سفينة إلى سفينة أخرى قبل تطور المشكلة وتعقدها لأن المياه يقال أن المياه بدأت تتسرب إلى المحركات السفلة للغواصة صافر وبدأت تؤثر عليها هناك في شقوق أيضا هناك طروحات أو إشاعات تقول أن المنطقة بعض الأماكن ملغومة بأسلحة ومواد متفجرة لابد من سرعة نقل النفط الذي يقدر بمليون ومئة واربعين ألف برميل من على هذه الناقلة إلى ناقلة سريعة أو حتى إلى عدة ناقلات أخرى تقنبا لوقوع كارثة منتظرة لا ننتظرها ولا نتمنى أن تقعها ترجمة نانسي قنقل